دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التواصل في الأمور والاعتدال دين السماحة والجمال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج هذا ديننا بتشرف معايا الأستاذ الدكتور عطية لشين عضو لجنة الفتوى بالأظهر الشريف منورنا يا دكتور الله يبرك فيك ويحفظك يارب يديك الصحة ويحفظ المشتبعين والمشاهدين آمين يا رب العالمين الشرع المصري مليان بالفتايين اللي بيأكلوا فتة كتير كل واحد النهاردة للأسف سمحوني في اللي هقوله يعني رب ده أنه وصل ركاتين في المسجد الناس بتخش تقولها والله قلنا عم الشيخ إيه الأخبار فواحد طلق مراته واحد مش عارف في عمل إيه أنا النهاردة يعني جايب لكم إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا يعني أستاذنا الدكتور عطية في أهم مسائل قد يعني تأتي في طريق الشرع المصري يا دكتور أنا يعني سريعا عشان وقت البرنامج لا أعاوز أبدأ وأقول ما حضرتك وحضرتك عضو لجنة الفتوى آآ بيقولوا إن طلاق الغاضب لا يقع أنا يعني ما ليش فيه لكن طبعا لتقول لنا الإجابة يعني النموذجية في هذا الشأن يعني بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله عليه الصلاة والسلام الحبيب المحبوب حبيب الحق وأفضل الخلقي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن صحابته أجمعين الغر الميامين وعن كل من كان سالكا على الضرب إلى يوم الدين وأما بعد فلقد سألت عن عظيم طيب الحمد لله وإنه لسؤال عظيم نعم وإن شئت كلت إنه لسؤال خطير لأنه متصل بالتحليل والتحليم تمام فلربما يظن المرء أن الزوجيته قائمة ومباحة وأحلها الشرع الحكيم بينما يظهر الأمر في الشريعة أنه على خلاف ما يعتقده الأخ المسلم الكريم ما هذه المقدمة تمام المشاهدون الكرام استمعوا للسؤال تمام وهو متصل بطلاق الغضبات أو كما ذكرت للأسف يا دكتور كل واحد يزعى المموراتور وهبدها كما ذكرت سيادتكم حكم الطلاق في الغضب تمام فأنا أبين الأمر وأفصله لاتصاله بأمر خطير وأقول للمشاهدين إن الغضب على ثلاث درجات الدرجة الأولى وهي أخفها أن يشعر المرء بما قال بحيث إذا سئل عما قال قال لقد قلت كذا وطلقت امرأتي لكنه الطلاق ممزوج بقليل من الغضب وهذا هو طبيعة الحالة من منا يطلق امرأته هو باسم الثغري أقول مدخن إن مع بعض يعني باسم الثغري فاتحا فاه باسما شفتاه بيشرب قبات شاي أو يحتسق من القهوة التي أنهيناها من منا يفعل ذلك لا بد أن الطلاق يكون في الغضب المحتمل وإلا لو لم يكن غاضبا وكانت الحياة وردية والعلاقات جميلة ما نطق ببنت شفه بحرف واحد من حروف الطلاق مثل هذه الدرجة الأولى من الغضب التي تكون موجودا عند جميع المطلقين لا تمنع وقوع الطلاق ويكون الطلاق معها واقعا ويحاسب المرء على ما نطق وأنت أيها المزيع أو الإعلام الكبير تعلم حديث سيدنا معاز بن جبل حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينطق به اللسان وعن الكلمات التي تخرج من الإنسان أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله فأجاب المعصوم صلى الله عليه وسلم وقبل أن يجيب قال فاكلتك أمك يا معاز ولم يكن يقصد الرسول العبارة الحقيقة وإنما أراد أن يمهد بها للسؤال لأن سؤاله أمر خطير وما ينبغي أن يكون سيدنا معاز قد سأل عنه لأن ما سأل عنه لا يحتاج إلى سؤال ديفيدة عبارة سيدنا النبي ثاكلتك أمك يا معاز ثم تأتي الإجابة بعد هذه العبارة فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على حصائد ألسنتهم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم نعم نعيد مرة أخرى وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم إذن أنت أيها المطلق لا تحل نفسك ولا تزين لك نفسك ولا يوسس لك شيطانك وأن تفتي نفسك فتكون من الفتائين وليس من المفتين بأن حياتك الزوجية مستمرة لأنك كنت غضبان فهذه شماعة لا تنفعك أيها المستازئ بكلمات لا وبشرع الله عز وجل لاعب بالطلاق هذا لاعب بالطلاق يقع بلا خلاف وبلا أدنى خلاف بين جميع علماء الأمة طيب الدرجة الثانية دكتور قبل أن أقول الدرجة الثانية أصعد إلى الدرجة الثالثة رغم أن السلم لا يصعد إلا درجة درجة لكني أخالف المعهود وأصعد مباشرة إلى الدرجة الثالثة دون أن أقع نتيجة للتجاوز درجة بحمد الله ولكني سأطمئن الدرجة التي تجاوزتها بالعودة إليها مرة أخرى الدرجة الثالثة هي أن يكون الغاضب أثناء غضبه فاقداً معه شعوره ويكون أشبه بالمجنون أو يكون كالمصاب كما يقال بالهستيريا بحيث إذا ذكر بما قال ينفي نفياً أكيداً وهو محق في هذا النفي أنه ما جرى على لسانه حرف واحد من حروف الطلاق مثل هذا النوع من الغضب الذي بلغ غايته ووصل إلى ذروة قمته وأفقد الغاضب شعوره وإدراكه وتمييزه وعقله بإجماع أهل العلم لا يقع معه الطلاق وحضرتك معي يا دكتور إحنا بنفتح باب الاستفسارات ومعنا الأستاذ الدكتور عطيه لشين والمشاركة معنا في البرنامج بننتظر اتصالاتكم إن شاء الله على الهوى وإحنا على الهوى ومنتظرين اتصالاتكم لأي استفسار وأي فتوى شائكة أو مش قادرين تاخدوا فيها جواب شافي يا مرحباً فمثل هذه الدرجة الثالثة من الغضب كما قلت بإجماع أهل العلم لا يقع مع الطلاق ودل على ذلك حديث النبي المختار عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام لا طلاق في إغلاق ومعنى إغلاق يعني إيه؟ يعني الأمور اتغلقت إن غلقت أبوابها أمام المطلق مش شايف قدامها؟ لا يهتدي إلى صواب ولا يعرف له رشدة ولا يهتدي إلى عقل وإلى تميز هذا معنى إغلاق تمام إن غلقت الأمور أمامه فلا يدرك صحيحها من خطائها ولا ضارها من نافعها فمثل هذا النوع من الغضب إذا كان أخي المطلق طب نقدر أقول لها دكتور مثل كده بالبال يعني بالعمية عشان أسفهم تفضل الحالة بتبقى عاملة إزاي؟ حالة الرجل اللي هو في قمة الإغلاق أقول لك سين تفضل ما ترك أهل الفقه هذه الحالة إلا وذكروا لها مثالا تفضل وحينما أذكر المثال سيعجب الأخ المشاهد الكريم قال أهل العلم في كتاب يسمى المغنل بن قدامة وكتاب فقه مقارن كما تعلم سعدتك تفضل قال أن يأتي ليلبس ثوبه فيترك ثوبه ويلبس ثوب غيره لأنه لا يستطيع مع الحالة الهستيرية أن يميز بين ملكه وملك غيره مش عارف حاجة أبداً جاء لي أنتعلى مع الأسف للاعتزار أنا ممكن أستسمع حضرتك وأنت فضلتنا فيتصال معنا قبل ما نكمل الإجابة ولا ناخده معنا ما نخلينا أنه هو يمشي على طول هو معنا على الهواء ولو انتظرنا طب ينتظر شواء لغاية ما الدكتور يكون لإجابة لا هينتظر ولا مش ينتظر هينتظر معنا أيها طب هينتظر دكتور تمام ذلك ما كنا نغري نعم بس عشان نكمل وحبل الأفكار لا ينقطع صدر دكتور الله يفتع عليك صدر دكتور اللهم وصلاة سنة محمد عليه صدر إيما قلت للحالة الثالثة هذه لا يقع مع طلاق إغلقته إغلقته تمام لا يدري أهو في أرض أم في سماء لا يدري موقعه لا يدري موقع أقدامه أرأيته أنت في بيتك لا يدري أنا في بيتي أم في بيت جاري أم في بيت المسجد أم 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 في المسجد هذا هو الذي الحالة التالتة من حالات الغضب وهو قمة الغضب الحالة الثانية اللي في النص وسط بين الحالة الأولى والحالة الثالثة لا هو بغاضب غضبا خفيفا ولا بغاضب غضبا شديدا وصل معه الغضب إلى حد الإغلاق تمام مثل هذه الحالة بعض أهل العلمي أفتى بوقوع الطلاق فيها والبعض الآخر لم يفت بوقوع الطلاق فيها وأنا كعطية رأيي الشخصي أيوه مع الذين أفتوا بوقوع الطلاق فيها لماذا؟ معاليش ما تزعلش أصلا أصلا لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون ليه انطلقت إلى تأييد الرأي في الحالة الثانية الوسط إلى وقوع الطلاق معها لماذا؟ لأن عندنا عبارة يا أستاذ وائل الحبيب الغالي يتقول أمر الفروج مبني على الاحتياط على الاحتياط وعلى الحز طب ناخد الاتصال يا دكتور يا مرخ خلاص أنا بيك علوه أيوه أستاذ أحمد معنا من القناة تفضل معك الدكتور عطية تفضل طبعا عليكم وعليكم السلام تفضل بصراحة عايزة صراحة على القرد القرد بالنسبة إن أنا هشتري شقة قرد هتشتري بشقة تفضل يا دكتور والله أرد على السؤال بسؤال إن كان صاحب السؤال يسمعنا ويستطيع أن يرد علينا معانا أستاذ أحمد لسه هيسمعنا هيسمع الإجابة يريد يا شيخ أحمد تكون معانا تفضل يا دكتور أنا أسأله هل له شقة أخرى تؤويه ولو كانت بالإيجار تمام أم ليس له شقة على الإطلاق شابه راح يتجوز إسا عارش جديد حالة تاني احتمالاني ونجيب على كل واحد من هذين الاحتمالين طب إن كان صاحب السؤال شابا في مقتبل حياتي وفي أوائلي هو صوته بيعبر نوع شاب لسه صغير والله أنا أنا أصطاد سمكا في الماء أنا بحاول يعني إليه ربنا أعزك دي بس أنا تانية دي فرصة فيك لم تكن فينا ربنا دكتور الله لتكن فينا الله يعزك كثير حبيب الغالي إن كان شابا في مقتبل حياته وليس عنده شقة ولو لم يوجد الشقة لهربت منه العروس دون أن يعرف مكانها ودون أن توجد عروس مديلة وأي عروس ترضى بشاب لا شقة له ولا مأولها فإن كان حال السائل كما وصفه أو كما ذكرته فليقبل على الاقتراب أو على القرض ولا شيء في ذلك وسوف أقول خرار مجمع عبد الحسن الإسلامية بعد أن أجيب على الحالة الثانية في حالة إنسان عنده شقة وعنده بدل الشقة اثنين وعاوز يقترض عشان يجب شقة لابنه اللي لسه عنده عشر سنين أو سبع سنين وهكذا ويريد أن يؤمن حياته ولا تأمين لحياته إلا بتقوى الله عز وجل فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريات ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله واليقولوا قولا سديدا أرد عليها أنا بقى بعد إذن ما عليك يا مرحبا هتك كده سياسة جميلة هوي أويي الرئيس عامل مبادرة يا جماعة اللي معه الشقة هيشتري هياخد شقة الله على تلاتين سنة إنت رايح تدور تاخد قرض ليه مسألة تاني الموضوع بسيط جدا الله يفتع عليه بس الرئيس عامل مبادرة يا جماعة تلاتين سنة تخش حضرتك تقدم تاخد شقة على تلاتين سنة عايز تدفع فيها تلاتين سنة هتدفع أي حاجات بسيطة إن شاء الله طيب معنا اتصال تاني ألو معنا أحمد من أسوط ألو مرحبا بأهل أسوط معاك الدكتور عطية تفضل يسأل السؤال فضل يا حبيبي أهلا وسأل يا سبع معاك الدكتور عطية الأستاذ الدكتور عطية لشين تفضل قولي السؤال على دماغنا يا عم أحمد أنا عندي مشكلة كبيرة أجوب مع عيالي اتفضل هيا لك تقصد أولادك ولا زوجك أنا معايا خمس أولاد ومربي رميت عليها يمين صارتها غيرتها عن شعوري خالص طيب ممكن الإعداد يعللنا الصوت شوية الإعداد يعللنا الصوت يا جماعة شوية كمل يا أحمد قولي يا أحمد المشكلة تلاتنا عن شعوري خالص أنا معايا خمس أولاد أيو قلت يا أحمد قلت إيه أنت سمعت أنت استمعت إلى إجابة السؤال السابق الذي كان لنا في أول الحلقة بس في حاجة أنا عاوز أفضل من حضرة لا أنا أسألك سؤال يحمد يحمد أنت استمعت إلى السؤال السابق والإجابة عليه استمعت بس أنا عاوز أفضل من حضرة دي 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 أنا أقول أملك بحاوز رأيك فيهم على هو استمعت مننا تتفضل أنا سمعنا إحنا سمعينا إنت وضح اللفظ اللي حضرتك قلته وضح وضح بس يا أستاذ أحمد اسمعني أستاذ أحمد اسمعني اسمعني عشان تبقى الإجابة نموذجية من الأستاذ الدكتوري عطيل عشين تقول لنا اللفظ اللي حضرتك اللفظ قال أنت طالق اللفظ نعم ثانيا تقول الحالة الشعورية وأنت تطلقها باستفادة عشان الدكتوري يقدر يديك نصف حالة الهضب الذي انتبتك تفضل أستاذ أحمد يعني هانيتني انتبريكا ما حدش يتخيلها أهانيتو يا دكتور وطلعتني عن شعور خالص شتميتك يعني يا أحمد شتميتك اه كان هي موت طب هو كده مش عارب دقا طلقوها أحسنة من موتها يا أحمد وفيه حية تانية يعني مش روحت الهمية عن تدر إفتا وحاكاتهم الوضع عليك اللي ومية خلينا ما هو الأستاذ الدكتوري عطيل عشين عضو لجنة الإفتاق المصرية حضرتك هتاخد إجابة إن شاء الله شفاية معاك يا أحمد تفضل بس سواني بعدين سنحضت لا سواني تاني بعدين سنحض كمل كمل وحصلت على حكم بالخلعي وحاكمت على الخلعي وكان الطلاق الأخير ده طلاق الثالث يا أحمد أحمد مرضو يا أحمد اسمع فضلت الدكتور يا أحمد يا أحمد أصبح طريق الرجوع مملوءا بالصخري لماذا ملئ بالصخري نعم والأشواك لأنني انتغاضيت انتغاضيت عن الطلقة الثالثة فأنا الآن أمام طلقة سالسة رسمية صادرة من القضاء المصري وقانون الأحوال الشخصي الجديد رقم واحد لسنة ألفين اعتبر الخلع طلاقا بائنا بينونة صغرى إذا كان لأول مرة ملهاش رقوع أو كان لثاني مرة كده ملهاش رقوع وبما أن الخلع لثالث مرة فأصبحت بائنا بينونة قبرى بغض النظر عن حكم الشرع في الطلقة التي كنت أنت فيها غضبان فموضوعك منتهن طيب الحق بقى وقتي عشان أنا عندي كده حتة جميل عاوزي سألك فيها للوقتي فيه طبعا حضراك عارف ظروف الحياتية اللي بنعيشها نعم ففيه ستات كتير بيقابلونا في الشارع طبعا حضراك عارف أن أنا الماجستير بتاعها في الشارع فممكن حد يسألني نعم بس بخافة جاوب أنا يعني بمصاص بس أنت من الفتائين ولا من الفتائين لا أنا من الفتائين طيب المهم واحدة بتطلقت من جوزها عشان تاخد معاش ورجعت له عرفي يعني اتجوزته عرفي واتطلقت منه رسمي عشان البيانات على الكمبيوتر تديها حق معاش تثبت أنها مطلقة آه فتاخد معاش وتاخد معاش أبيها أو ما خاصة إذا كان معاشا مغريا آه إيه رأي حضرتك في الكلام ده أنا مش بقول إن هي اتجوزت عرفي عشان معاش ده هي اتطلقت من جوزها رسمي على الورق بس رجعت له عرفي رأي حضرتك إيه في هذه المسألة هذا غير جائز هذا غير جائز هذا غير جائز وإذا ضبط أمرها وعرف أمرها أمام القضاء وعمام أهل الحكم كانت مطلقة رسميا عند الحكومة بينما زواجها عرفي ومعنى أن يكون عرفيا يعني لا قبل لأهل الأمر ولا علم لأهل الأمر بأنها زوجة ومن سم فإذا طبق أولياء الأمور عليها جريمة السفاحي وليس جريمة النكاحي أنا مش رأي ده أقول جريمة الزنا تخفيفا من اللفظ معلش يعني مش هختلف ولكن هستوضح من حضرتك اتفضل أولم يكن الزواج في الماضي بدون أوراق يا دكتور الله يفتع لي سمحني يعني وهذه أحنا من خرش برده اسمح لي اسمح لي وهذه حجة داحضة لماذا داحضة يا سعاد المستشار شادر يا دكتور مع أن تسمح لي بالعبارة الفضديا شرف لنا في التفض تعلموا أن للعرف دخلا كثيرا في الأحكام الشرعية نعم وابن القيم له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين عقد بابا من مئتين وثلاثين صحيفة تقريبا ورأس الباب اختلاف الفتوى اختلاف البيئات والأحوال والأشخاص والأزمان والبيئات تمام لحد كده ومن سم أنا كعالم شرعي وبحمد الله يعني لنا شيء في علم النفس أو شيء في خبرة بواقع الناس أقولوا أيها المستمع الكريم المستفسر عن حال الزواج في عهد النبي الأمين أكيفت حياتك كلها لتكون على وفق ما جاء به النبي الأمين أم أن حياتك كلها على الضض مما جاء به سيدنا محمد رسول الله فلماذا تتمسح بالعهد النبوي في هذه المسألة بالذات أخشى أن ينطبق عليك قول الله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون تسلم يا رب طيب معانا بسمة أزلني لسانة وصلت وصلت يا دكتور ألو حيوة السلام عليكم وعليكم السلام الأستاذة بسمة منين أنا من رمانهور حزرتي أهلا وسلام معاك الدكتورة عطيها تفضلي أحزرتي أم سيخ أنا مجدمة على شقة من سنة سنين وأنا وطالة وعايزة محتاجة شقة وعايزة اللي تنحفظه بتقومه في شقة أنا مستمع حاجة طيب ممكن يا أستاذة بسمة تتكلمي بالراحة شوية وتبعد التلفزيون عنك فقدنا الاتصال مع الأستاذة بسمة طيب دلوقتي يا دكتور برضو من ضمن الحاجات يعني خلصت الإجابة على السؤال بتاع الطلاخ الرسم والعرف والبتاع آآ آآ خلاص طيب يعني مش هقدر أتكلم مع حضرتك في أي إجابة لا يا سيد العاف أنا مستمع زي زي أي مستمع العاف يا سيد العاف يا سيد ولكن يعني بنحاول إيه بلقول الأقوال التي تثار في الشارع هذا منتهى أدب الملكة ربنا يبارك في حضرتك تفضل يا سيد دلوقتي يا سيدنا برضو من ضمن الحاجات إن اللي منتشرة الناس يعني ما حكم من اللي هو مثلا إيه سامحني في اللف إحنا لا نقلل من أحد هو رجل رب لحيته اللي هو إيه أن تستفتي عابدا وأن تستفتي عالما الله فواحد صلى ركعتين وبيصلي في المسجد ودأنه كبرت شوية ولبس الجلبية لا نقلل منه فتح الله تلاقي حضرتك داخل عليه قول له يا عم الشيخ والله إذا أنا مش عارف والتاني بقى يروح إيه اتفضل وجزاك الله خيرا والصلاة والسلام على رسول الله وحبس كلمتين وتلاقيه يروح إيه ما يدي له أي حاجة في أي حاجة حكم إذا في الدين الله أصدر الإجابة عن هذا السؤال بقول الرحيم الرحمن الوالد في سورة الأعراف المنزلة على قلب سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قل إنما حرم ربيا ألف واحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذه الجرائم مرتبة ترتيبا تنازليا إلى أن تصل إلى أقصى جريمة وأعظم فاحشة يعني حكم فاسق لاحظة شويه تفضل لك ده بالعكس وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله بغير علم وبدون أن يعلم القائل ما قال وإنما خبطها خط عشواء كما يقال الصديقة تزنق يا دكتور سمحني أن أنا بفتح الحوار حت صغيرة كده يقول لك إيه بلغوا عني ولو آية طب يا أخي دي ملاش دعوا بالفتوة معني الله يفتع عليك ملاش افتع عني ولا آية بلغوا عني ولا آية في بلاغ ترهيب ترهيب ملاش علاقة بالفتوة الذي يزك عليه قول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والحديث اللي حضرتك ذكرته الآن بلغوا عني ولو آية فوعظ الناس شيء يختلف عن إفتاء الناس نعم فربما يدخل من باب الوعظ الكثير حفظ آية ومعنى آية موسوك من هذا المعنى يبلغها الناس ويشكر على ذلك ويثاب ويؤجر تمام معنى حديث إياكم الجلوس مثلا في الطرقات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويذه والمهاجر من هجر منه الله عنه نعم يشكر ونرفع له القبعة حينما يتصدر المجالسة ليبلغ الناس مثل هذه الأحاديث أما مسألة الافتاءات يجوز ولا يجوز حلال أو حرام مشروع أو غير مشروع فهذه لها المتخصصون وأهل الذكر كما يقول القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيكون هذا أعلم من شرع الله برسول الله عليه الصلاة والصلاة ورغم ذلك يسأل سيدنا محمد عليه الصلاة والصلاة ينزل عليه بشأنه فيه وحي فيرجع الإجابة عن هذا السؤال إلى أن يوحى إليه من قبل الله عز وجل وسيدنا أبو بكر الخليفة الأول بعد سيد النبي في سياسة الأمة تأتيه جدة لتسأله عن ميراثها في حفيرها سيدنا أبو بكر الذي رضيه الرسول لدين الناس فرضيه الناس لدنياهم ألا قد رضيه لديننا أفل نرضاه لدنيانا ورغم ذلك يقول للسائلة لم أعلم في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدر أمرا باجتماع طارئ يحضره أولو العلم والمتخصصون في الفتوى في عهد سيدنا أبي بكر ويجتمع الناس في مجلس يترأسه سيدنا أبو بكر ويترح سيدنا أبو بكر السؤال الذي ترحته الجدة عليه هل علم منكم أحد أو سمع منكم أحد شيئا عن رسول الله في ميراث الجدة فيقوم صحبي ويقول أشهد أن رسول الله والسلط والسلام ومحمد بن مسلمة نعم وأن رسول الله أطعم أو أعطى الجدة السدس ليها في الميراث أي نعم السدس نعم فيقول سيدنا أبو بكر أليس معك شاهد آخر ألم يسمى هذا الحكم غيرك ليتنا تعضد إجابتك بشاهد يشهد عليك مما سامعتهم من رسول الله هو حريص على الشهد مع العلم من صحابة رسول الله فيقوم شاهد آخر ويقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم أو أعطى الجدة السدس مغزل القصة أي ما احترام من حضرتك وأنا أراك متحفز للسؤال والكلام عاوزين نستسمر الوقت نعم وهو كله تترم أنه خير فهو سستمر الوقت إن شاء الله مغزل الكلام ده إيه إن الواحد ما تعجلش ولا تسرع في الفتوى لأن سؤال حضرتك كان عن إنسان قصر ثيابه وأرخى شعر لحيته وقرأ حديثاً أو حديثين فصانع من نفسه عالماً أو مفتياً يفتي الناس فيما يسألونه فأنا بقوله ليحذر صلى الله دكتور نعم فأنا أقول له إن كنت قرأت شيئاً فقد غاب عنك أشياء أستسمح حضرتك معنا سؤال ألو ألو تفضل معاك الأستاذ الدكتور أعطيه له شيء تفضل أه بارك الله فيك تفضل كنت أعطيها بالنسبة هل هل يوجد صلح مع القرين أو مع التبيعة وفي حاجة مع القرين عيد السؤال تاني كده أستاذ عيدل عيد السؤال ومع علاج القرين علاج القرين علاج القرين علاج القرين هل هناك بل فيه مصالحة مع القرين أو علاج القرين أو التبيعة ماذا يخصد أقول له ماذا تقصد من القرين القرين اللي هو قرينك يعني قرين قرين اللي هو أسلم على يد رسول الله اللي هو يعني القرين ما من شرطان إلا ولو قرين إلا أمن الله أعلني على القرين وعلى شرطان فأسلم هو يسأل عن هذا هو يسأل عن هذا طيب يسير والإجابة عن هذا السؤال يستعان على القرين بالآيات القرآنية وبالتحصينات النبوية نعم وبأذكار رب البرية نعم فإن كان حال المسلم ذلك فأنا أطمئنه بأنه ليس للقرين سلطان عليه نعم لقول العلي الرحيم الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وبقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم وبوصف الشيطان في سورة الناس نعم نقول أعوذ بربنا الوسواسي الخناسي نعم يعني يوسوس عند غياب الموسوس له نعم عن ذكر الله وينخنس يعني يغيب ويتوارى ويختفي نعم إذا أعمر المسلم قلبه ورطب لسانه بذكر الله بذكر الله وإذا غفل عن ذلك فينطبق عليه قول الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيا له شيطانا فهو له قرين فحصنوا أنفسكم بتقوى الله وبذكر الله ومن استغفاره نعم وبالصلاة على سيدنا محمد الرسول الله تطراض جميع الشياطين ويعينكم الله على قرنائكم معنا سؤال تاني تفضل أستاذ أحمد من الجيزة فقدنا الاتصال فقدنا الاتصال طيب يا دكتور برضو يعني من ضمن الحاجات اللي يعني مستسارة في موضوع الفتاوى واللي موجودة في حياتنا إن إحنا بطبيعتنا ممكن نفتي أنفسنا ألو معنا الأستاذ أحمد اتفضل لا يا أحمد تفضل معاك الأستاذ دكتور أعطي الله شيء وطي صوت التلفزيون واسمعنا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل معاك الأستاذ دكتور عطلشين لو سمحت أنا لما بجأة صلي لا وانا بجأة قرآن بعيني مش بالثاني يقرأ بعينه مش بيقرأ بكرة عن ثمانية بيفهمه اتفضل معاك فما بعرفش عارك القرآن إلا بعناية بس تمام أنت حضرتك 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 معاك الأستاذ دكتور أنت حضرتك قادر على القراءة ومش ولا ولا مش قادر لا قادر على القراءة بس ما بعرفش أعرى بصوت طيب نسمع الإجابة نسمع الإجابة من الدكتور أعطيه نسمع الإجابة من الدكتور أعطيه بسم الله والحمد لله وأحييك على سؤالك للمتصل الله يسترك عدم قراءته وإجراء أصوات القرآن على لسانه وإسماع صوته للناس نعم لعجز عنده أو لعدم قدره هو مش عاجز أم أنه عاجز وقادر على القراءة وعلى النطق وعلى الصوت وإيصال صوته لنفسه على الأقل ولمن بجاره لكنه لا يفعل ذلك وأجبنا يا دكتور أحد احتمالين أنا سمع الإجابة بعيد على معليك بنفصل نعم وبنفسة القولة ليتضح الكلام للسائل ولغيره ممن يستمع إلينا نعم على فرض إحسان الظن أن الناس جالسون يستمعون إلينا وقلوهم سمعين إن شاء الله ونأرى ذلك لكني أقول للقلبي للقلبي تخصص وللسان تخصص الله ولسائر الأعضاء تخصص الله والصلاة تعرف شرعا بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية الأقسام السلاسة لأنني ذكرتها نعم لما قلت لحضرتك للقلب تخصص حيوة وللسان تخصص الله ولسائر الجوارح تخصص أيوة دل على ما أقول حديث النبي الأمين عليه الصلاة والسلام عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والتعريف الذي ذكرته على لسان أهل العلم للصلاة وهو أقوال وأفعال أقوال دي من عمل اللسان يعني شيء بشيء يذكر وأنا سؤلته في ذلك وأستغربه لهذا السؤال يعني بعض الناس تأتي لتركع المفروض أنه يسمع نفسه بسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لا بدلا من أن يقول ذلك ينفخ ويذكر الله بقلبه لطيفة فهذا غير وارد بالمرة وغير معروف ولا مأسور عن سيدنا النبي ولا عن أصحاب سيدنا النبي يبقى بعد إذن حضرتك لو هو قادر يبقى ده لا يجوز لا يجوز تمام طب معنا سؤال لأنه ألغى وظيفة اللسان وظيفة اللسان ألو محمد معنا فضالي معاك الأستاذ الدكتور أعطيه لشين الله يخليك أنا أعزلك أحكي لك حاجة عم الشي طب تصدق أنا جوزي ميت وكويسة بي يعني أنا محمد فعو الشرقي أنا جوزي ميت طب واحدة واحدة معايا كده زوجك متوفي متوفى آه تمام ومعاي أولاد وبنت أحمد ابني شديد علي بيوعد أحمد ده كم سنة أحمد يعني عنده سبعتشار سنة آه مانتاشر سنة سلوكه معاك إزاي يا محمد والضحين نوط التلفزيون يا محمد نا سلوكه موحش معايا بيشتني ومبهدني بيشتني ومبهدني يعني شكيمة بشيوانك ويسا بالنحية شكيمة ولا شكيمة بس ولا ضرب معاها شكيمة أفضل يا مهرب يض طيب في حاجة تاني آه ممكن أقول حاجة تانية اتفضلي اقولي يا بنتي أعنيش يا ربي خليك أنا أعوضي أبونا مهي ولي أقولي شغلي أقولي أنا أعني لأ من تاني الصوت الصوت يا محمد أم أحمد محمد نا وطي وطي تلفزيون واسماعينا لو سمحت وما تنفعليش ولا تبكي أسناء آه وما تبكيش أسناء عشان نفهم بس أنك بتقولي أنا والدتي أنا أبويا مي والدتها متوفي أه أبوها متوفي واماها موجوعة آه آه لي ألي أخي آه يعني أمي أمي وحش مستدر وعهي بتحب الولادة عنه بيت أبوها واخد المراس للولادة آه آه طب متشكرين يا محمد متشكرين أنا كده وصلتني أنا خدت منك السؤال بال بالحق ماشي آه بص يا دكتور بعد إذن معليك طبعا أول حاجة ابنها بضربها السؤال الثاني أمها منعت عنها المراس وديته لإخوتها وأطته لأخويها نعم 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 الذكرين أو لابني المرأة الذكرين نعم اسمعينا يا محمد فضل السؤال الأول ياريت أهي معنا ابنها ابنها يستمع لا هي مش معنا كده بتسمعنا طيب ياريت ابنها يكون حاضر آه ليستمع إلى الإجابة ويا ليته تحضره لنا في الفتوى في الأظهر الشريف ليش كتب لكي نذكره لا مش لهذه الدرجة لسنا من الدواعش مش أصلي يا دكتور أصلي ولا من المكفرين وقدر أبوك ألا تعبدو وبالوالدين يعني الوالدين ييجوا بعد ربنا سبحانه وتعالى على طول بعد إذنك يعني أنا مش مش بقول كلام أنا بقول كلام معبر عن الشارع واللي الناس فهمها يعني والآية التي ذكرتها نكتفي فيها بالإجابة عن هذا السؤال يعني في بطنها تسعة أشهر كأنها تسع سنين ألا يكون هناك عقب ولمن أرضعته من لبنها ثدياً نعم وجعلت حجرها له مهداً ثم لما احتاجت عند الكبر إليه قابل أياديها بالكفراني وجعل جزاءها الدرب وعدم الإحسان أريد أن أقول لهذا لابن العاق بأن الأيام ستمر به وسيكبر وستكون له ذرية وزوجة وسيوجد الله من ذريته من يفعل معه مثل ما كان يفعل مع أمه ولذلك وجدنا سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً بروا آباءكم والحديث جاء على سبيل التغليم ولا سمعناها بروا آباءكم أما أمهاتكم فاضربوها لا بروا آباءكم أي وأمهاتكم تبركم أبناؤكم وكما يدين المرء يدان وبنفس الكيل الذي كان يكيل به لأبويه يكيل له أبناؤه يعني حكمه كده هل يعني أنا آسف يفسق دعني 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 يا ممكن عزين لا 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 أشوف الله يعزك وبركلك لست معك في هذا الترحي فأنا ما جئت مفسقاً ولا مكفراً وإنما جئت مرغباً أو مرهباً أما أمر الفسق أو أمر القفر فمطروك للخالق جل وعلا معالي سدعني أعبر عما في نفسي لكي نرشد العبارات ونجعل لها هدياً من شريعة الله عز وجل وظيفة الفسق أو غير الفسق ليس من وظيفته إنما من وظيفة الحاكم لما ينتدي ابن الحاكم ويقول لما حكم هذا الولد شرعاً أهو كذا أم كذا سأعلن له ذلك ما لم ينتدي ابن الحاكم لهذا الأمر فوظيفته تقتصر على بيان الأحاديث المرغبة في البر وبيان الأدلة المرهبة من العقوق وأذكر الولد العاقة بحديث قبل ما أنهي الإجابة عن هذا السؤال لأنه حديث مهم جداً بيقول فيه سيدنا النبي كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء أن يؤخر الله عقوبتها إلى يوم القيامة إلا العقوق سلم فإنه يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا سلم يا رب هذا حديث حديث صحيح وثابت عن سيدنا النبي لا إله إله أسد السلام أيها المستمعون الكرام انتبهوا وذلك ما قال حبيبنا الأخ الإعلام الكبير نستزوائل وقدى ربك أن لا تعبد إلا إياه نعم وبالوالدين إحسانا فقرن الإحسان إلى الوالدين بعبادته وتوحيده وطاعته وحده سبحانه نعم ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن سلاس آيات مقرونة بثلاث قول الله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة لم تقبل منه صلاته وقول الله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم تقبل طاعته لله عز وجل لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم وكيلة نعم والآية الثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فمن عبد الله وعق أبويه فلا تقبل عبادته لله عز وجل أعزائي المشاهدين الكرام برنامج هذا ديننا كان معنا الأستاذ الدكتور أعطيه لشين لنا تشرفت به واستفدت منه ويا رب كونوا استفدت منه يا رب العالمين ونسأل لربنا سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء قد نفعكم وزاد إليكم علما ونسأل لربنا سبحانه وتعالى ولا يسأل غيره أن يبارك لنا في أعمارنا وأن يبارك لنا في حياتنا وأن يختم لنا وفي علمائنا وفي علمائنا وأهلنا وآبائنا وأمهاتنا الله وفي إعلامينا وفي إعلامينا وشوفكم على خير حصل خطرك انت بس واشوفكم على خير برنامج هذا دي نونة وسعدت بلقاء الأستاذ الدكتور عطيل عشين أشوفكم على خير إن شاء الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصوت في الأمور والاعتدال